السلام عليكم يعطيكم العافية شباب صبايا سادس ان شاء الله اليوم راح نبلج درس جديد اسمه تقدير قياس الزاوية تقدير قياس الزاوية بداية للناس لو لاحظنا بالعنوان الدرس تقدير قياس الزاوية ولا مفهوم جديدة علينا كلمة التقدير هي اصلا التقريب جاي من كلمة تقريب وقياس الزاوية انا اصلا بقدر اوجده وما عندي اي مشكلة في قياس الزاوية كلمة تقدير يعني هو بدو ناتج بالتقريب ما بدو ناتج حقيقي متل ما انت كنت تعمل بالاول احنا كنا نطلع الناتج الحقيقي من خلال ايش مباشرة انه نعمل نحط المنقلة ونطلع قياسها مباشرة لكن اليوم لا ما بدو ياك تستخدم المنقلة بدو ياك تقريبا يعني بعينك انت بتقدر انك تطلع قياس هاي الزاوية اول شغلة راح اطرق الي هالهي تعريف الزاوية عشان اذكرك في تعريف الزاوية تتكون الزاوية من شععين لهما نقطة البداية نفسها لهما نقطة البداية نفسها يعني لما انطلقوا هذور الشعيعين نترقوا من نفس نقطة البداية لو لاحظنا شباب هاي شعاع الاول هنا عندنا شعاع اول وعندنا الشعاع التاني وعندنا نقطة البداية. هذا كله ياتوا مفهوم وواضح من قبل لانه هاي كلها معلومات جديدة. طيب شباب كمان بدي احكيكم شوي نتذكر انه الزوايا لها انواع صح? في عندي اربع انواع للزاوية. اول نوع للزاوية اللي هو الزاوية حادة. وعندي اللي هي الزاوية المنفرجة. وعندي الزاوية القائمة والزاوية المستقيمة. لو لاحظنا شباب انه لو انا كلمة قياس عشان حكيدي كلمة قياس معناته بيهمني هلأ القياسات. بالنسبة للزاوية القائمة قياسها احنا معروف دائما بنعرفه ايش هو كان بالزاوية تسعين درجة. والمستقيمة مية وتمانين درجة. بضل لعنا الحادة والمنفرجة. الحادة ميس دائما دائما بتكون انتو كنتو تعرفوها انه صغر من القائمة. صغر من القائمة. يعني قياسها ميس راح يكون اكبر من الصفر واقل من التسعين. اكبر من الصفر واقل من التسعين. اما الزاوية المنفرجة راح تكون ميس دائما هي راح تكون اكبر من التسعين واقل من مئة وثمانين. انتو كنتو تعرفوها اكبر من تسعين وبس. هلا لا راح نحكينا اكبر من تسعين واقل من المئة وثمانين. خلينا اعطيك انا مثال هلا نبلش بمثال واحد. انا راح اعطيك قياس زوايا وانت دك تحكم لعلام حادة ولا منفرجة ولا قائمة ولا شو. مثال واحد بحكي ناصن في الزوايا التي قياسها خمسة وتمانون تسعون مئة تمانون مئة وخمسة وسبعون بحسب نوعها. من خلال هذا الجدول ميس راح اتشئه بحكي عندي قياس الزاوية نوع الزاوية والسبب. اول شغلة قياس الزاوية معطيني اول الواحدة خمسة تمانين راح احكي له بما انها خمسة تمانين معناته اكيد هي حادة ليه? لان قياسه اكبر من صفر واقل من التسعين طيح زاوية تسعين درجة مباشرة انت راح تحكي لي انها قائمة لان قياسها يساوي التسعون درجة. الخمسة عشر هي حادة لان قياسة اكبر من الصفر واقل من التسعين. ممتاز والمئة وتمنون هي مستقيمة لان قياسها يساوي مية وثمانون درجة. بالنسبة للزاوية مية وخمس وسبعين ممتاز منفرج لان قياسها اكبر من تسعين واقل من مئة وثمانون. تمام. لو اعطيتك السؤال انا او شباب اعطيتكم السؤال اه انا زاوية مرسومة انت بدك تقدر لي اه سوري انت بدك تذكر لي نوعها من خلال الراسل. صنف الزوايا التالية بحسب نوعها. صنف الزوايا الاتية بحسب نوعها. الشكل الاول ممتاز واضح كتير انه ايش قائم. معناته هاي الزاوية قائمة لان قياسها يساوي تسعون درجة. تانية لو لاحظنا شباب رح تكون حادة لان قياسها اكبر من الصفر واقل من تسعين درجة. اما الزاوية التالتة لو لاحظت انها منفرجة لان قياسها اكبر من تسعين واقل من مئة وثمانون درجة. اخر زاوية معي مستقيمة لان قياسها يساوي مئة وثمانون درجة. تمام. هلا شباب انا بدي اعطيك الزوايا زي هيك تكون مرسومة مثلا ماشي وانت بدك تقرب للناتج الحقيقي. اه سوري. درجة تقرب لي قياس درجة تقدر لي قياس الزاوية تمام. من خلال انك يعني بدك تحاول انك تجيبه لأقرب للناتج الحقيقي. كيف؟ تبع معي على هذا المثال. مثال اثنين. قدر قياس الزوايا الآتية ثم قارن اجابتك بالقياس الحقيقي لكل منها باستخدام المنقلة. يعني الهدف انا من هذا السؤال اني اقدر قياس الزاوية. مو هدفي اني اطلع ناتج الحقيقي. هدفي اني اقدر قياس الزاوية. بعد ما اقدره انا بتحقق اني انا كنت قريب كتير من الناتج الحقيقي ولا لا. تمام? انا اهم اشي بهذا الدرس بهمني انك ايش? اتقرب انت الزاوية بعينك. مش انك تروح توجدها اه مباشرة بال من خلال المنقلة عشان تكون اه تطلع للقياس الحقيقي. تمام. اول زاوية راح يكون عندك مرسومة اللي هي الف با جيم. اللي هي الزاوية اللي بالاحمر مرسومة الف با جيم. الف با جيم. لو لو حطنا شباب على الزاوية الف با جيم. تمام? هاي الزاوية حادة. اصلا هاي الزاوية شو مالها? حادة. انا بدي اقرب ناتج. اطلع الزاوية بالتقريب. يعني قياس الزاوية بالتقريب. او التقدير. كيف? كيف هو شباب? هلا بما انها حادة. انا اكيد قياسة اكبر من الصفر واقل من التسعين. بنشأ مس بنشأ من رأس الزاوي اللي هو با من رأس الزاوي اللي هو با بنشأ عليها شعاع عمودي. شعاع عمودي. بحيث يشكل مع الشعاع الاول زاوي ايش? قائمة. هلا بتطلع على الشعاع التاني اللي هو اسمه با جيم. با جيم. بتطلع عليه. تمام? تمام شباب? بتطلع عليه. بشوف هو اقرب لهذا القائم. ولا ابعد منه ولا اقل منه ولا شو بالزبط. تيبوها عليه شباب. لو لاحظنا انه الزاوية با جيم بتبعد كتير او اكتر من النص بشوي عن التسعين. اكتر يعني نص التسعين كم? خمس واربعين. طلعوا شباب خمس واربعين. هي بتبعد شوية عنه. تمام? شوية. يعني تقريبا خمس درجات. معناته هاي الزاوية كلياتها اديها خمسين. معناته اديش ضايلة تسعين اربعين. اذا هي بتبعد اكتر من النص. اقل من نص درجة. فمعناته راح تكون اه بشري بخمس درجات. معناته راح تكون اربعين درجة. اذا التقدير هي زاوية حادة. اصغر من القائمة. نرسم زاوية قائمة عند الرأس بها. اقل هو شكل. انه اقل من النصف. اقل من النصف. تمام? شباب باجيم. اه بيقصد فيها الاقل من النصف. فاذا تقريبا اديش اربعين درجة. تمام. تعال نشوف الشكل الثاني. الشكل الثاني اللي هي الزاوية. دال ها واو. ممتاز. كل ليتكم بلشتوليها وحكيتوا انه هي اكيد بعائلكم او اكيد معي. شو حكيتوا لان هي الزاوية منفرجة. ممتاز. هلا كيف انا بدي اقرب قياسها? بنشأ كمان عندي انا شعاع قائم من عند رأسها له رأسها ايش هو? ها. تمام. هي انشأت انا ايش شعاع قائم من عند الرأس ها. تمام. هلا بعد ما انشأ انا بتطلع تشوفوا شباب عندي انا اضلع ها واو ها واو هو اقرب للشعاع القائم. اقرب للشعاع القائم من ايش? من من المستقيمة. لو انا بدي اكملها لزاوية مستقيمة ها واو راح يكون اقرب لمين? للقائمة. تمام? هلا من دال ها واو. تشوفوا شباب هون كانت زاوية قائمة. معناته هاي كمان تقريبا عشر ايش? او عشرين درجة. تقريبا عشرين درجة. وهون اصلا تسعين فراح تكون كل ياتها تقريبا مية وعشر درجات. مية وعشر درجات. تمام. تعالوا شوفوا هاي الزاوية التالتة اللي هي سين صاد عين. ممتاز. لكل حكم عليها ان هي زاوية مالها حادة. معناته اكيد هي اقل من تسعين. نفس الخطوات بنشأ شعاع قائم اللي هو اللي بالاسود. تمام? شعاع قائم من عند رأس الزاوية اللي هي صاد. تمام. لاحظوا شباب ان هي اقل من القائمة تقريبا بعشرة. اقل من القائمة تقريبا بعشرة. اذا قياسها راح يكون كام تمانين درجة تقريبا. تمام. طيب شباب هلا ان شاء الله راح انحل سؤال اتنين عشان انا اثبت الفكرة. تمام.